وفي بريطانيا سجلت 888 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات بالمرض إلى أكثر من 15600 فيما تجاوز عدد المصابين بالفيروس 109000 وكانت الحكومة البريطانية قد قررت مد إجراءات الحجر ثلاثة أسابيع على الأقل بهدف إبطاء وتيرة تفشي الفيروس وينضم معنا من لندن مراسلنا زاهر عمرين زاهر ما هي آخر إحصائيات إصابات في بريطانيا بفيروس كورونا وهل من مؤشرات أي إجراءات تخفيفية من بريطانيا بإجراءات العزل أسوة بدول أخرى في العالم نعم ماجد أخر الأحصاء تشير إلى ارتفاع في عدد الإصابات كما ذكرت البارحة سجل خلال 24 ساعة رقم عدد وفيات ناهزة 888 لكن أيضا هذا الرقم هو لعدد الوفيات في المشافي هناك وفيات تحدث داخل دور الرعاية الخاصة بالمسنين وهي التي تثير الرأي العام الصحافة تتحدث عن وفيات بالآلاف في هذه الدور الحكومة تقول إن الرقم أقل من ذلك بكثير وأيضا تتعهد بمنح هذه الدور مزيد من الدعم من أجل التصدي للفيروس سواء لجهة العاملين أو حتى لجهة النزلاء صحيفة ذسن البريطانية كانت نشرت اليوم ما دعته خطة لتخفيف الحجر المفروض على بريطانيا وإجراءات الطوارئ الصحية التي مددت كما نعلم حتى السابع من شهر مي قالت بأن هذه الخطة يناقشها الآن الوزراء لم تعتمد وهي مقسمة على ثلاثة مراحل لكل مرحلة مدة زمنية وشروط خاصة تمتد تقريبا من العاشر من مي وحتى الخامس عشر من الشهر الذي يليه وتتضمى في البداية فتح بعض المدارس كالمدارس الابتدائية للتلاميذ وبعض المحلات الصغيرة ومن ثم في المرحلة التالية سيكون هناك بعض الشروط المخففة لأماكن ذات مساحة كبيرة وفي المرحلة الأخيرة سيتم أيضا النظر بإعادة جزء من مظاهر الحياة الطبيعية كسماح بالتجمعات والأعراس والجنازات وغيرها من مظاهر التجمع العام لكن أيضا على الطرف الآخر وزراء في الحكومة قالوا أن هذه الخطة ليست رسمية لم تنشر لم تعتمد وقالوا بأن الحجر مفروض الآن ولا سبيل إلى نقاشه حتى يتم إعادة النظر بالبيانات والأرقام التي هي لها أو صاحبة الكلمة العليا في أي قرار يتم اتخاذه لكن عموما هناك هجوم إن صح التعبير عبر وسائل الإعلامة المحلية على حكومة بوريس جونسون تهمتها الكثير من الصحف اليوم بالتلكأ بالاستجابة في الأيام الأولى لهذا الوباء وأيضا تحدثت عن أن بغياب بوريس جونسون بسبب إصابته بهذا الفيروس أدى إلى تباطئ الاستجابة من قبل الحكومة عموما جونسون أيضا سيعود لممارسة مهامه في يوم ما خلال هذا الأسبوع لم يحدد ماجد وهو الأمر الذي ينظر إليها الكثيرين بأنه ضرورة في هذه المرحلة خاصة وأنه لم يترأس الاجتماعات الخمسة الماضية لمجموعة اللجنة الأمنية العليا المعروفة باسم كوبرا شكرا لك مراسلنا زاهر عمرين كنت معنا من لندن